السلام عليكم او عبائكم لسه ما بتعملوش السابون ده في البيت والله ازعل منكو كتير جدا لان السابون ده كنز ومفيش بيت النهاردة بيستغنى عنه ده كفاية رغوته وكفاية نضافته في المواعين بيخليلك الالمونيا والحاجة كده كريستال وكمان لو فيه بوع في الهدوم اللياءات الكوتشات البيضة اللي حمال بتاعت الكوتشات اظن كل ده يعني مفيش بيت بيستغنى عنه يبقى بعد كل ده لسه بتبيع الزيت المستعمل اللي احنا بنيلي فيه كل حاجة او بتبيعي لا يا شيخة تعالي النهاردة نعمل السابون ده وهجاوب على حاجات كتير جدا في الاسئلة بتجينا بسبب السابون ده السابون ده زي البلد بتاع زمان تعالوا كده نبتدي ونسمي ونصلي على رسول الله اللهم صلي ويسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله اول حاجة معي وده البطل بتاع السابون ده اسمه السودة الكوية بتبقى كشور ده اسم السودة الكوية كشور بيبقى شكله كده بصي زي الجوز الهند اللي هو العريض قوي ده وبيبقى ابيج جدا ومنفرق كده عن بعض ده السودة الكوية تلاقيها حلوة جدا يكون لونها ابيج جدا وكمان مش مكمكم او ملزقه في بعض ولا اي حاجة وكمان لما هنصنع السابون يبقى لازم ناخد الحذر بتاعنا في تصنيع السابون الكمامة ونلبس الجوان دي في ادينا علشان الابخرة اللي بتطلع من السودة الكوية يعني يلا قدر الله في ناس كتير جدا بيبقى عندها حسي على السادراء وما بتستحملش الابخرة والحاجة اللي بتطلع منه واهم حاجة نبعد الاطفال تماما يبقى نلبس الجوان دي نلبس الكمامة نبعد الاطفال تماما نكون المكان بتهوي كل دي تحذيرات بسبب صناعة السابون طبعا انا الوقت مش هعملك بالجرام ولا هعملك بالكوباية انا هعملك على طول كده طريقة سهلة جدا وتبقى سهلة معاك لاي ست بيت تحب تعمل السابون ده في البيت عندها بص يا ستي دلوقتي احنا جبنا نص كيلو ده نص كيلو بطاس كشور من عند اي منظفات وده في بلاد كتيرة جدا بيسموك قطرونة او حجر تسليك المجاري او دي بوشار احنا هنا بنسمي بطاس والصودة الكوية وطبعا هنا قلبت و جبت حاجة كده بلاستيك ودوبت فيها نص كيلو من البطاس ومعلاقة خشبية زي كده انا بقولك بص الجردل ملاه لبلاني دي صودة كوية دي كده هسيب بقى الصودة الكوية دي تتركن على جنب وهقولك انا هركنها ليه واي السبب اللي احنا بنعمله وكده يعني يكون بارد تماما معايا الزيت الزيت ده طبعا انت بالجماعية طب الزيت ده هعايز اقولك بقى لي في كل حاجة سمك وبطاطس وبانيه واي حاجة وبحوشه والوقتي كده دي الصفاية اللي انا بصفي فيها الزيت عندي وطبعا هنعمل بطاطس يبقى نعمل في حاجة بلاستيك افضل حاجة الوقتي كده بصفي الزيت انا بصفيه قبل كده بصفيه تاني عشان لو فيه اي شوائب ولا اي حاجة ما تجيش معايا ولا بعمل الصابون عايز اقولك كمان اختي اللي يبرك لها بتحوش معايا الزيت ده وهي اللي بتدهولي يعني بجدد اقولها كده ربنا يبرك لها في بيتها وفي ولادها عشان هي السبب اللي انا بعمل دايما الصابون كده بقلبي جامد لان هي دايما بتحوش برضو معايا الزيت وبتدهولي حطيت هنا الوقتي كام لتر من الزيت تلاتة لتر من الزيت على نص كيلو من البطاطس وحطيت هنا معلقتين كبار من الملح وثلاث معالق كبار من السكر السكر بتاع الشاي وحطي هنا اللمون اللي انت عايزي انا هنا هحطي خمس لمونات واعصرهم بالشكل ده وعيني البزر تماما عايز اقولك الوقت تاب انت هتقوليلي وديك هقولك الاول وديك معلقة كبيرة من الكربوناتو ونص معلقة من الملح اللمون ومعايا هنا اقولي تلاتة او خمس معالق من الخل اقل بالكلام الجميل ده كله مع بعضه يبقى انا هنا معايا تلاتة لتر من الزيت حطيت عليهم معلقتين من الملح هتقوليلي الملح ليه اقولك الملح هنا بيخليش الصابونة عندك تبوص بسرعة بيديها فترة مدة اطول وكمان بيخلي الصابونة تتصلم معاك تاب السكر انا حطيت 3 معالق من السكر السكر هنا مادة بيخلي الصابونة يرغي معاك جدا بيزود الرغوة وكمان بيبقى زي الجيرسكين بيبقى لطيف على ايدك والخلي طبعا واللمون والكربوناتو الملح اللمون كل الحاجات دي تعقيم بيتعقم بقى الصابونة تخلي الحاجة معاك مزهزها كده وبتلمع وبتبرق وبعد كده حطيت طبعا البطاس برت تماما وبعد كده بضيفه على الزيت اللي انا بحطه ده دي كان عندي شوية سمنة بيزين انتي كمان لو عندك شوية سمنة بيزين او حتة دهنة بيزة او مدة الصلاحية بتاعتها انتهت انا صراحة كان عندي شوية السمنة دول يعني كانوا مركونين كده ونستهم خالص فمدة الصلاحية بتاعتهم انتهت حطيه برضو على الصابونة عادي خالص ولا فيه اي حاجة طبعا تقول لي ليه بتخلي الصابون البطاس يبرد معانا البطاس لما بيوقع يبرد معانا تماما لازم يبرد جدا يعني انت بعد ما تقلب البطاس وتلقيه ملحلب قوي معاك لازم تسبيه يبرد لان كده لو حطتيه على الزيت على طول بيعمل ريحة وحشة جدا وريحة زرنخة كده وكم كما في قلب الصابونة فالافضل هنا لازم البطاس يبرد قبل ما نضيفه على الزيت انا طبعا كده قلتلك كل حاجة ليه احنا حطناها على الزيت وبعد كده طبعا بتبضل رايحة جاي تقلب المعلاقة الخشب بس لو عندك الخلاط اليدوي ده هيسهل عليك العملية جدا دلوقتي انا بوريك المراحل التقليب بصي بدأ اللون يتغير بدأ اللون يتقلم معاك مع التقليب احنا هنا بنضرب حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة ضربه مستمر بالخلاط اليدوي بس بصي بينزر بسرعة منع على الخلاط اليدوي بيبقى برضو لسه بصي هنا بدأ الخلاط يربط ويتقل معي برضو لسه احنا هنا بنعمل ايه بنخش في مرحلة التصبين يعني لسه ما تصبنش عشان يبقى معايا صابون ولي بقى سيب البطاس يبرد قلتلك علشان خاطر ما يعملش راحة وحشة وكمان الصابون اللي انا النهاردة بعمله ده ده على البارد يعني بشع السخن هنا اخر اضافة قبل ما خلاص الصابون يصبن معايا الاضافة دي بتبقى حلوة جدا دوك اوكسي للغسلات اللي هي العادية والغسلات الفول اوتوماتيك بتبقى رغوته عالية جدا ممكن تحط كيس كيسين تلاتة علشان خاطر رحة الصابونة تبقى حلوة معاك وممكن تحطي اوكسي بتاع الغسيل المواعيد بس انا فضلت ده قلت عشان كمان لو استخدمت ليه الملابس يبقى برضو عملت كده تويته بين الصابون البلدي والرابس او الصابون اللي هو السيل بتاع الغسيل الملابس واضرابي بقى عايز اقولك دي اخر حاجة حطناها علشان ناخد منه الريحة بتاحته الحلوة وكمان بنزود جودة الصابون هنا كمان بص انا بربط خلاص اوه الصابون داخل عالتصبين بصي بدأ الوقت هورهولك وهو عالخلاط اليده ومعايا بضرب كمان اهو وعايز اقولك على حاجة كل الحاجات اللي احنا حطناها دي الملح اللمون والخل واللمون والكربونات وكل الحاجات دي علشان خاطر بنزود جودة الصابونة بص بقى الوقت ما بينزلش ازاي من على الخلاط اليدوي كده خلاص تماما الصابون بقى تحس ان القوان بتاع الصابون بص بقى كريمي او زي المهلبية معاك بالشكل ده كنتي طبعا محضرة الصاج بتاعك وعليه كيس بلاستيك زي كده وحطي فيه الكمية المناسبة للسندوق اللي انت جبتين دي السجان اللي انا بعمل فيها دايما للصابون بحطي كيس مشمع كده وبفضع عليه الصابون بالشكل ده ووديها رجع كده واخبطيه خبطتين عشان الصابون يبقى متسوي معاك سبتو ليلى كاملة بص الصابون بدأ اتماسك معايا هو بالشكل ده دي ليلى كاملة كده من الصابون عايز اقول لك نص كيلو من البطاوس على تلاتة كيلو من الزيت هيعمل الكيمية محترمة من الصابون هكفيك مدة طويلة جدا وما يفهاش حاجة يعني لما نهدي بيها حبيبنا الوقتي احلى مرحلة انا بعشاءها تقطيع الصابون المرحلة دي يا جماعة يعني حاجة كده بتفرحني كده على قلبي والوقت الصابون كده بعد ما عد عليه ليلى كاملة وبقى متماسك قطعيه فورا لان عشان خطر لو نشف معاك هيبقى صعبة اولي تتقطعيه وممكن انت بتقطعيه تكسر معاك تعال وريك اول صابونة كده معايا بالشكل ده ودي كمان ايه عايز اقولك عد عليها يا دوب ليلى لسه كمان لما يسابها ينشف اكتر واللون ده هيفتحها اكتر بكتير وهيبقى ابيض وزي الامر والحاجات اللي انا حطتها للصابون يا جماعة احنا كان قادرين او نعمل صابون من الزيت والبوتاس وبس بس الحاجات اللي انا حطتها دي دلعنا الصابونة وخلينيها تبقى احلى كتير وكماتي اديك جودة عالية استحالة تشتري الصابونة من برا فيها كل المصافات دي وفيها كل الحاجات الحلوة احنا حطناها للصابونة الصابون بس كمان بعد ما عد عليه كده ده بالزبط كده كمان عد عليه اسبوع بس بقى هوريك الرغوة بتحته تحفة يعني اقولي لي لي ما بتعمليش الصابون ده بجد انت مستنية ايه مستنية اتبيع الزيت الزيت النهاردة يوم اتبيعيه بتاخد عليه زنب اولا لان الزيت لما بتتبيعيه بيعدوا تصنيعه تاني وبيبيعه هنا تاني فانت الافضل الليل حد يكون بيعمل صابون او انت اعملي صابون ده في البيت الصابون ده الوقت بقى كان زي كده ومحدش بيستغني عنه في البيت كل البيت النهاردة بتستخدم الصابون ده وتحفة جدا جدا رغوته فضيع وبيخلي الحاجة زي الامر معاكي وبعد كده الصابون ده حطيه في علبة كرتون واسي بيه كده في مكان ما تشوفه رسيه علقه ده احلى حاجة تستخدميه بعد شهر اشتركوا في القناة